تناقض مثير للريبة رأى مراقبون أنه محاولة للتنصل من المسؤولية عقب إعراب رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون عن تعاطفه مع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء ما حدث في ستوك هولم تصريحات جاءت بعدما منحت شرطة ستوك هولم زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليمني المتطرف راسموس بلودان إذناً بتنظيم تظاهرة وحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوك هولم حادثة قابلتها إدانات عربية ودولية واسعة لعل أهمها رد الفعل التركي حيث اعتبرت أنقرة حرق نسخة من القرآن الكريم مؤشراً جديداً على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في العنصرية ومعادات الإسلام لا يمكن لأحد أن يصف ما حدث بحرية الرأي أو حرية التعبير هم لا يسمحون اليوم بحرق أي كتاب مقدس لأي دين آخر ولكن حين يتعلق الأمر بالقرآن الكريم وبمعادات الإسلام يبدأون مباشرةً بوصفه بحرية الرأي والتعبير خطاب الكراهية والعنصرية ليس من حرية التعبير لا في القوانين السويدية ولا في الأوروبية ليست حديثة اليوم الأولى من نوعها فقبل تسعة أشهر أحرق المتطرف الدنماركي نفسه نسخة من القرآن الكريم ليتدين أنقر هذا العمل وتؤكد أنه استفزاز لمشاعر المسلمين وليس حرية تعبير وأمر بات يتكرر بشكل سنوي ويضع العلاقات بين تركيا والسويد على مفترق طرق علاقة لا يبدو أنها ستشهد فراجة على المدى المنظور على الأقل خصوصاً مع سماح السويد قبل حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم لتظاهرات مناهضة لتركيا ورئيسها أردوغان وهو ما دفع وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلى إلغاء زيارة مقررة لنظيره السويدي متهماً ستوك هولم بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه ما سماها بالأفعال المثيرة للإشمئزاز ترجمة نانسي قنقر